المشهد اللي شوفناه في حفلة مونير في اسكندرية وبوكاء مونير قدام الجمهور وتأثر الجمهور وطبعاً يعني الجمهور يتحدث عن نفسه مواقع التواصل الاجتماعي كانت الناس عندها حالة زهول من الاعداد اللي موجودة في الحفلة ومونير برضو بيغيب عن الناس فلما بيعود العودة بتكون قوية والناس كانت متأثرة بشكل كبير لما يعني بكى مونير بكى مونير من فرط الحد ملاقاش تعبير تاني غير الدموع يعني اللي يرد على كل هذا الفيض من الحب دموعه هي اللي عبرت فيه افتقاد طبعاً اللي عازف العود اللي هو راحل ألماني لكن أنا بعتقد أنه فرط الحب اللي شافه مونير هو تفاجئ طيب كان حاسس أنه فترة الابتعاد دي ممكن تأثر على جمهوره لا هو عارف الناس بتحبه بس هو لأنه حتى خياله ما وصلش للحب ده ففعلاً كان حفل اسكندرية واستفتاء على حب مونير الحب الجارف له ومونير حتى لما بيكون فيه على المستوى الحركي فيه مشكلة إنما عمره ما خلى المشكلة دي هي علاقة علاقته مع الناس لا أنت بتنسي لما بتتفرجي على مونير مش بولك بتسمعي بتتفرجي على مونير إنه قاعد على الكرسي أحياناً مش كلها وهو واقف ليه؟ لأنه هو مش عايز يتصدر دي ولأنها كمان إبداعه بيتجاوز هو قاعد ولا واقف هو دايماً هو محلق نحن بنروح مع صوته محلق فهو يعني متجاوز حتى فكرة الحركة إلى التحليق يعني وصل للسماء فمونير الحياة يعني من الحالات اللادرة جداً في تاريخ الغناء العربي كله لون هو بس اللي يقدر يقديه ما حدش يقدر يقديه غيره لا يقلد حد ولا حد يقدر يقلده هو بيجري في حتة لوحده ويظل متفرد في الحتة دي ترجمة نانسي قنقر